ما تكاد تصل إلى بر الأمان حتى تجر إلى الدوامة من جديد تونس رائدة دول الربيع العربي وأول دولة عربية يخوض شعبها غمار التغيير عبر مراحل لم تكن سهلة دفع الشعب ثمنها غالياً بالصبر ومواصلة طريق التغيير الحراك السياسي الجديد في البلاد يؤكد أن الأزمة متعددة الأطراف وعميقة الامتداد رئيس الدولة قيس سعيد يقلب الطاولة على الأطراف السياسية فيقيل رئيس الحكومة ويعلن توليه رئاسة السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية ويجمد عمل البرلمان تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية أطراف أيدت قرارات الرئيس باعتبار أن التوليفة السياسية الموجودة هي السبب في الأزمة الاقتصادية حيث انشغلت بالمناكفات السياسية المحلية وتركت الشعب التونسي تحت وطأة الأزمات الداخلية فازدادت نسبة البطالة وتفشى الفقر بين السكان بيد أن أطراف أخرى بدأت تتخوف من عودة البلاد إلى مربع زين العابدين بن علي وتعتبر أن العسكر يكمن في تفاصيل القرارات الرئاسية الجديدة هذا التباين في المواقف انعكس على المجتمع التونسي بين من اعتبروه انقلابا صريحا وبين من اعتبروه مرحلة جديدة في تصحيح الأخطاء الماضية وخطوة نحو إكمال مشروع تونس الجديدة بعد الربيع العربي المخاوف التونسية من الحراك السياسي الحالي تعبر عنها صحيفة لوموند الفرنسية التي رأت أن قرارات الرئيس التونسي الأخيرة تقوض الديمقراطية الهشة في البلاد وتغلق هامش الحرية المتبقي هي مرحلة جديدة في تونس تضعها على مفترق طرق يقف بينها الشعب متوجسا من انجرار البلاد إلى صراع ناعم طويل المدى وبنفس الوقت يطمح إلى تغيير واقع الحالي ولكنه لا يريد لمشهد إغلاق الجيش التونسي للبرلمان أن يحمل علامات مرحلة قادمة تنهي التجربة الديمقراطية الفتية